في أول لقاء بين المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ومدراء المؤسسات الإعلامية تتجه وزارة الاتصال بالتنسيق مع لاناب إلى إزالة الغموض بوضع معايير لمنح الإشهار العمومي للمؤسسات الإعلامية من خلال تجديد اتفاقيات الإشهار ووضع تعريفات جديدة لا مكان فيها للوصاية الإدارية أو الاحتكار نستمر في مسعان الهادف إلى تطهير قطاع حساس لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحفة الملحق لاناكس الذي تضيفه مؤسسة اناب إلى اتفاقيتها ابتداء من أول جنوبي 2021 هو بمثابة إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر ليس لنا كإدارة أي دخل في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر عاما إعادة تنظيم قطاع الإعلام وتطهيره أولوية المرحلة المقبلة بعد تحديد المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لخمسة عشر معيارا انتقاليا لتوزيع الإشهار العمومي على الجرائد الوطنية يبدأ سريانه مطلع 2021 عملية التطهير هذه نفرز الصحافة والمؤسسات الإعلامية من الدخلاء على المهنة وهم كثيرون داخل ناس دارت تأسيس جرائد للاستفادة فقط من الإشهار يعني للغنيمة بمنطقة الغنيمة الملعة القوانين الموجودة لم تكن متبقة احنا وجدنا جمعنا كل القوانين اللي هي خمسة عشر وجدناها في خمسة عشر المقياس بانتداء من برمي جون في 2021 كل المؤسسات هاو عندهم الوقت باش يوجدوا الملفات باش يقضعوا نجدوا معهم الاتفاقيات على هذه المقاييس الهدف من وضع مقاييس جديدة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية هو إحداث توطين قانوني وحسب الوزير بالحيمر فإن لكل مقياس من المقاييس الخمسة عشر سند قانوني معين وفي خطوة ثانية سيتم الانتقال إلى إشهار الوكالات الخاصة